احنا كنا الاسبوع الماضي قدمنا لكم الاكسلنس بروغرام ونالكم هو انه الرحلة متاع اي انسان يقرموانا في البي ام بي ما توفيش عند اللحظة اللي يخوف فيها الشهادة متاعو لانه الناس اللي قرات عملت البي ام بي ترينيج غذي وش هيد من خلفية مختلفة كل واحد جاي من خلفية ثم اللي خلفيته بروجيكت ماناجر ثم اللي خلفيته جزء من بروجيكت ثم اللي خلفيته شطر مشطر بروجيكت ماناجر وحاجة اخرى ثم اللي يخدم على بروجيكت لكن مش بالاساس بروجيكت ماناجر على حسب الورغانيزيشن اللي هو فيها وحسب الكونتراكت وهذا شيء يحكينا فيه في وصل ترينيج احنا بالنسبة لنا الاكسلنس بروجرام هذا هو انه ما نخليه حتى واحد قراء معنا انه نقولوا يا تك الصحة هاكي خليت البي ام بي ومشي على روحك تو بره بوفقك نو احنا عاملين هالاكسلنس بروجرام اللي هو طوله ثلاثة شهور اللي هو في شكل كوتشينج انترنشيب للناس اللي بعد ما خليت البي ام بي باش يقعدوا معنا باش يميرسوا البروجيكت ماناجمنت باش يميرسوا الكوتشينج باش يجهزوا باش يواليو كوتشز وترينرز ومنترز من بعد ما اخذوا البي ام بي ام تحهم ايضا تكون لنا مفرصة باش انهم يميرسوا معنا مع حرفائنا في الشركات انتعنا البروجيكت ماناجمنت انه كي جي اوبورتونيتي انتع جامعات حب على سيشن في البروجيكت ماناجمنت وعلى شركة تحب على ترينينج احنا الناس اللي قروا معنا ولي فات على قرائدهم على الاقل 3 شهور من يخذوا الشهادة احنا متجهزين باش يخذوا فرصتهم ويبداوا يميرسوا في البروجيكت ماناجمنت عن قرب يعني كما نقولوا احنا بجد يعني بحق وحقيق فهمتوا ايضا قلنا احنا البروجرام هذي ايضا كل واحد يقدر يكون منتر ويساين توهم ولا توهر يعني نعطيوها واحد من اللي قاعدين يحضروا باش يجهزهم للبي ام بي سرتيفيكيشن طبعا تحت اشرافنا وتحت يعني المنترشب من بتهنا احنا كنا الاسبوع الماضي واللي قبل وحكينا في البروجرام كامل اللي مانيش باش يتعدى على البروجرام الجديد فقط باش نذكر الثلاثة الشهور هذو ما بخلاف انه كل واحد فيك ما تجيه الفرصة كل شهر باش يكون منتر على واحد امتيحان وقريب برشة قولنا لكم باش يكون عندكم سيشنز تقريبا ستة سيشنز ولا سبعة كل السيشن وشنو يكون الثيمة امتيحة لكن الهدف بتاع السيشنز هذو ما هو انك بالحق تولي بروجيكت ماناجر على اعلى مستوى يعني بروجيكت ماناجر يعني بيري بيري افشينت وقدمنا لكم المحتوى متاع الحساس اللي مش نعملوه معاكم واليوم ما انشاء الله مش كون الحصة الاولى اليوم مش نحكيه على السيف بروجيكت ماناجمنت وقونا لكم منقصدوش السيف سكيلد عجل فريمورك فر انتربرايسز نو منقصدوش هذيك نقصدو انو بالحق كيفيش تكون بروجيكت ماناجر ما يخرش المية يعني المية الما ما يتخلكش من ولا ثقب لانو ريتو اكبر السفن واعتى السفن واقوى السفن اذا تخلي لها الماء تغرق احنا انشاء الله نحبو نجعلو منكم باذن الله تعالى بروجيكت ماناجرز اللي ما عند مثلا ولا ثقب في شغلكم في البروجيكت متاعكم اللي ما يتخلوش ما يتسربش منه الماء باش باذن الله نجحكم يكون بهر نجحكم تحكمكم في البروجيكت قدرتكم على انكم تعرفوا البروجيكت هذيك كيفيش ينجح وين هو في اللحظة هذه اشدو من الحاجات اللي يلزم يكونوا تحت تصرف متاعك كيفيش تتصرف فيهم باش تكون انسان قادر يحقق الابجيكت بز متاع البروجيكت ويكون عند الاكسبكتيشنز متاع الورجيزيشن متاع السبونسور متاع ستيكولدرز الى غالي ذلك احنا ما احناش مش ينركزوا برشا على اوكي اختيت البي ام بي مبعد زيما كيفيش نلوج على خدمة مخير ولا كيفيش ان اي ريفلكتد ان ماي سيفي وإلا شنية الشهرية اللي نطلبها وإلا 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 هذي حاجات يمكن نحكيو فيها في احدى الحساس القادمة لكن احنا الحساس متاع اليوم مش نحكيو على كيفيش انت تكون بروجيكت ماناجر ماناجين دي بروجيكت ستيفلي بي مش نسكر الكاميرا فقط باش نخفف من الحجم الفيديو ثم ان شاء الله بعد ما نكمل انا الكورس هده نحللكم كل عادة المايكروفونات باش يسألوا الاسئلة متاعكم لانه كما قلتلكم هذا البروجرام خلاص باثناش شخص كل ثلاثة شهور نختاروا اثناش شخص اللي هما يكونوا في البروجرام هذي البروجرام تالي اكسلنسي بروجيكت ماناجمنت باش نهزوكم ان شاء الله تعالى الى مستوى اخر وعيد مانيش مش نطول برشة هما خمسطاشن سلايدز في الحصة هذه خمسطاشن سلايدز مش نحاول ما نفوتش ساعة وان شاء الله الساعة هذه هي تفيدكم برشة في خدمتكم والحصة مسجلة ورعت الفرق بين انسان يسمى يروحوا بروجيكت ماناجر وانسان ريلي بروجيكت ماناجر هي الدكومنتيش قبل المايندسيت تقول لي لا عندي بشي تقول لي لا المايندسيت يجي قبل بيركز معايا قبل المايندسيت قبل الناولج قبل التراينينج قبل ما تعمل هذا من الكل لا دكومنتيش لا دكومنتيش لا دكومنتيش لا دكومنتيش لا تستطيع أن تكون دكومنتيش بلا دكومنتيش هنا نحب نقول حاجة لأنا دي ما نحكي على البروجيكت ماناجمنت ما نحكيش على البروجيكت ماناجمنت نحكي على البروجيكت ماناجمنت خاصة اللي بيماي من اللي يبدأ الفين واربع وعشرين هو يتحب تمزج البراكتسز اللي جايين من الاجايل واللي جايين من البروجيكتف وورفول انتو وان مورف جنرل بروجيكت ماناجمنت كاستمايزابل جنرل ان كاستمايزابل بروجيكت ماناجمنت اللي تنجم تعمل التايلورينج عليه كما تحب انتي فهذا لأن الكونتنت موجه للبروجيكت ماناجمنت بصفة عامة حتى لو ثم هذوك شفناهم في التراينينج هذوك لا لبس عليهم لا غبار عليهم لأنهم في الحقيقة جزء صغير اذا كانوا حابون نحكي مثلا احنا على هذوك جزء صغير وجاوا عليهم برشة أسئلة في الامتحان لكن خلينا نحكي على الجنرل البروجيكت ماناجمنت الجنرل براكتسز رأوا شوف أبدا أبدا ماناجر من غير دوكومنتيش من الجموش يكون ثم ماناجر من غير دوكومنتيش لأنه يعني حسب التجربة اللي عشتها شخصيا as a coach as a trainer as a mentor ستين في المية أو أكثر من البروجيكت ماناجر don't use دوكومنتيش at all حتى حتى المست have documentations هدو ما الفايف must have اللي هما البروجيكت charter ما تنجمش تبدأ project من غير project charter البروجيكت charter اللي تعرفوه هالتمبلات شفتوه training اللي ماشي هو يفسر ويوضح what is this project about راهو البروجيكت charter اعتبار الجواز السفر متاعك يجي تسافر من غير جواز السفر ما تقدرش تسافر نفس الشيء لأنه هو الدوكومنت اللي ماشي يوضح الرؤية متاع البروجيكت اللي ماشي officially يحط البروجيكت يكون موجود officially البروجيكت ماناجر is assigned والستيك holders are committed they are committed خاصة الـ sponsor او customer او غير فلاهنا من الجموش نقول ثم project من غير هال five must have documentations البروجيكت charter ثم سيف عم اي تايم لين او او التايم لين فمن الجموش يكون ثم project من غير اي اي تايم لين لانا ابسط حاجة في عالم التايم لين هي ال gant فلاهنا هذية must have traditionally بطريقة traditional احنا البروجيكت ماناجر حياتنا كنت كلها تدور حول هذا الجزء اللي يعلمين يعني كنقول project ماناجر نقول هذا هذا التايم لين والتايم لين هذية لو تشوف وقدم نجمة باللحمر استير باللحمر معنتها daily update تقول لي كيف ال gant نعمله daily update لانك daily كل يوم عندك tasks قادة تكمل او عندك progress على tasks يعني كل يوم تحل التول اللي انتي تبني به في ال gant متاعك ولا في ال time لين متاعك وانتي ي reflect the progress لو نحكيه حتى على ال agile حكينا على burn down chart burn down chart هو tool والartifact اللي updated daily باش يعني reflection متاع ال progress بتاع الفريق وين قداش نقدم الفريق فلانا في general project management من نقعد نقعد على project من غير ال gant او ما يعادله في اي طريقة كنت لانه كل يوم خدمة قادة تكمل هيك لشنو قداش تكمل الخدمة يجب تكون reflect daily لهنا هذا project manager الحقيقي والقوي ثم يقول لك ننسى نسيت تلهيت تشديت ما هيش ما هيش excuse هذه انت ك project manager daily daily كما انت daily ما تقدر تخدم كما تجرب قهوتك وانا daily ما تقدر تعمل حاجة لما تصلي صليتك هذو اللي نحكي لكم عليهم الهنا هذو your daily bread يعني يقدم هال asterex الثالث template في must have كي نقول must have او مش ذاك بكلمة must have او 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 بكلمة have اي او او هن الهنا اله اه ريتو احنا كي نقول هذو ما المست have حتى project من غير هال 5 templates no way risk register risk register وما ادرك من risk register ما تنجمش تعد دقيقة في ال project انت من غير ولا من خلو نهار من غير ما حاجة جديدة في risks يأم new risks new risk ولا update لأي risk من ناحية probability ولا impact وإلا update على action planning قد يتعمل فيها المفيد ما تنجمش انت ك project manager من غير following up on your risks وإلا checking for new risks وال risks بالذات هما stakeholders مش نحكيوا عليهم في زوز other slides لأهميت مش شديدة لأن to be a safe project manager يزمك تتبعنا للاخر وتعرف شنو يلزمك تعمل فلا هنا أنا متخيل شروحي يتعدل علي نهار في حياتي as a project manager من غير ما أنا نكون راقبت risk register لأنه بالحق وقت شخصيا تعلمت proactive risk management يعني managing the risks بطريقة proactive هو اللي خلاني بالحق أتفاد أكثر من 50-60% من اللي كان ممكن نقع ونتلام عليه لأن الحصة يسمها safe project management management مش نشوف فيها برشة حاجات جدد اللي يخليك بالمجد أنت ك project manager تكون 100% all the time on a safe side all right به حكينا في risk management قبل في training ما نحن نعلم من risk management أنا فقط نحب تنقول إذا أنت في اللحظة هذه قاعد تخدم على project أو قريبا تخدم على project تجبت presentation هذه وتقرأ there is no project without these five must have documents يلزم الproject التي فيه 1 2 3 4 stakeholders register هو بيد وقدم ه asterisk risk register لأنه يزم daily update من غير ما تكون أنت متمكن من stakeholders التي متاعك متمكن من their needs عارف شو ما الexpectations شو ما الcommunications requirements متاحا ولا communication requirements فاهم أنت الinterest والinfluence متاحا من impact تعرف تستعمل power interest grade ولا أي واحدة من المترس التي شفناها في training فأنت أنت تستعمل project manager هذو ما الخمسة must have الثلاثة ما تخدم بهم كل يوم كل يوم القان و التايم line متاع الproject قدامك ولا أي أخر طول تتبع به الprogress daily risk adjuster with stakeholders adjuster التايم عندكم في drive تعرف في project book ستزوم تستعمل لهم هذا هنا الصفحة الأولى بش نبين لكم ونذكر لكم أنه إذا you don't use documentation you are no project manager and therefore هذه PMP certification ما يش مش تفيدك no documentation no project manager حتى ولو تخدم في الاجعي تقول يا أحمد الاجعي يقول لك minimizing documentation بالضبط ما قل لك extincting documentation ما قل لك نمحي with documentation قل لك minimizing the artifacts هما tools صحيح ما هم really documentation لكن you know in another way بها وأيضا ما تنجمش يكون عندك project من غير lessons learned lessons learned are really 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 important to have so important to have lessons learned في project وقلت لكم ونعود نذكركم أن lessons learned ما يجي وش في آخر project وإلا من بعد project closure lessons learned نعملوهم مكسيم مرة في الشهر أنا كنسكر جانفي نبدأ في lessons learned أو of information لدي فالشهر لن تنجمش لن تنجمش لن تنجمش مات لدي لدي او او project نعملوهم في المترجم في الحلوح المترجم في المترجم لكن ليس هذا الموحيدين. إنه التنمية لا يجعلون المناسبين، ولكن ليس يجعلون في كل مرة العملية. إنه ما يجعلون هؤلاء ما هو المكان، ولكن لدينا كله بينما في كل مرحلة. الاشيو لغ. الاشيو اللي هو رسك يأما was not identified, a negative risk, a threat that was not identified and it happened. وإلا it was, it's a risk, a negative risk اللي هو ايدنتفايد لكن ما قدرناش انمتقيوه ما قدرناش انترانسفريوه ما قدرناش avoided but it happened. if it happened, it became, it becomes an issue. if it becomes an issue, نسجلوها في الاشيو لغا. الريسورس بلان. الريسورس بلان يخليك تتجنب الفوضى في وسط الفريق. هذا علاشنو يخدم هذا وقتاش available, هذا وقتاش نستحقوه. هذا قداش البرسنتش نستحقوه. هذا شكون الباككاب متاع كيما شفتو في التراينين في الريسورس بلان في البروجيكت بوك. الريسورس بلان فيها النام والسورنام هم تاكل واحد يخدم في البروجيكت وارجعو للطمبليت في البروجيكت بوك باش ما نتعديوش حنا بكل طمبليت. ليه؟ كل واحد. شنو ولم تاكل. شنو ما الويكس والديز والمونس اللي هو مش يكون فيهم الساين بالأيام باليوم. ورينيكم احنا في الهنام في الهنام في كل واحد. نيم سورنام. الرا والباككب. وبالأيام بشدة المنطب. حلوة على ثلاثين يوم. وبالأيام. وقتاش يخدم. إذا ما يخدمش فول ديب قداش من ساعة. وقتاش اوت. اتس ترا. يلزم انت في البروجيكت بتاعك عندك كليير افيلابلتي. ثم الكاست أو الباجت. يلزمك يكون عندك فيناشوال اوارنس. البوث. البلانينج والكنترولينج. البوث. مش واحد هنكمل الجملة. ما تقدرش انت يصيروا تشيجز في البروجيكت that are not tracked. يعني حتى لو تخدم الجايل حسب رأيك البروداكت اونر في البروداكت باكلاك. ما هوش قاعد يسجل شو تبدل. افكارس. اذا ثم requirement ما عادش يحتاج له الكاستمر. يشطب عليه strike it through. نقول واحدة بالانجليزية ويكتب notes على حسب اليميل اللي جاني من عند the customer. رأيه هذية is not requested anymore. ولا على حسب الmeeting minutes. اذا نحكيوا فيه بضم الmeeting minutes. شوية اخر. باي. اذا كنت ثم حاجة تبدلت في الbacklog. رأيه البروداكت اونر يحت note. ما ثمش change request اي. ما ثمش change log في الاجيل اي. اما ثم notes. ثم remarks. اي. لانه ما نجمش. ما نجموش نخدمو في اي project. وما ثمش clarity. ما ثمش transparency. وما ثمش tracking. ريدوا transparency وال tracking are extremely important في اي project. ما ثمش والله اصحاب انا والكلاينت. ما ثمش والله هو internal project في بعضنا. ما ثمش والله اذوق اصحابي. ما ثمش. في البزنس ما تعرفش خوك. خوك ما تعرفوش. في البزنس. كل شي transparent and tracked. transparent and tracked. اتحط the traces. اتحط الاثر. اش بدلت انتي في النسخة هذه في الدوكمنت. اش بدلت هوني. حط comment. وحط التاريخ بتال comment. حط new version. نمتع الدوكمنت. وحط date. التاريخ بتال new version. وزيد زيادة. علاش عملتوها ال new version هذه. سواء في project plan. سواء في اتساترا. ريتو مثلا risk register. risk register. كيف نخدم انا في ال hour. يعني الساعة. نبدأش انا في اليوم بدتو تثمرت. يوم اش نوة 7 february 2024. last modified 7 february 2024. ال 11 و 50 دقيقة. ثم الماضي ساعة ونص. ثم ال 4 و 13 دقيقة. نسالش. المفيد الحط. دوكمنتا. انحط اش نوة كانو changes. از plutôt project manager. ازا project manager tracking and transparency. هيدو يحطوك ازايفة سايد. ازا project manager. كل شي عندك اراكت. كل شي عندك منظم. انده closure report. والكلاوزور ريپورت مش نرجوه شوية اخر. الCLOSUR ريپورت ايضا ازا شود هف تمبليت على الل account. علش. اللي انو في الكلوجر الريبورت انتي مش هتحط شوما الديليفربلز يكملوا شوما الديليفربلز ملكملوش شوما الديليفربلز اللي اكسبتد by the customer شوما الacceptance criteria اللي انتي حققتهم في انتي والبروجيكتي ممتعك في البروجيك شوما اللي ما حققتهمش شوما الريماركس of the customer الكاستمر هل هو partially accepted الديليفربلز ولا fully accepted the deliverables الكاستمر عنده مليحظات هل تفقتوا على نكس ستيبس هل تفقتوا على توا closing the project والبقية تحلوهم في new project ولا تزوم المنتونانس ولا شماش يتعملوا بالضبط هذا يزموا كل يكون موجود فهذهم are should have templates ما تنجمش تقريبا تستغنى عليهم ما حطيناهم شفاستهاف صحيح اما حطيناهم should have فقط باش تعرف انتي شنوما التمبلتز اللي ما استيزم تبدأ بهم والاخرين اللي توجيوك في وسط البروجيكت واللي لك مش يستحكم لأنك يمكن مكش مش يتنطلق في البروجيكت متاعك بإشيوز أو بتشييجز لكن they will come along the way لكن أكيد 100% مش تنطلق في البروجيكت متاعك بهذوما absolutely ريت انتي السيارة متاعك ما تشتغل إلا لما تصفيها الوقود هذا موقود البروجيكت متاعك واللاعب رقم حداش في الملعب اللاعب رقم حداش هو الميتينج منتز صراحة شبابة صراحة الميتينج منتز مش مشكلة بناءهم الميتينج منتز هما اللي خليوني في جميع البروجيكت متاعي on a safe side احنا الميتينج منتز شفنا التمبليت متاعهم في وصف ترينيج متاعنا باي شفناهم عندك شو الميتينج ديت الميتينج نايم شكون حضروا شكون غابوا انا نحط شكون حضروا وشكون غابوا مش فقط شكون حضروا وشكون غابوا زدان هنا عنا تمشي عبدات شو ما العبدات تمشي معلومات جديدة تمشي اتفاقات اتفاقنا فيهم ايباية هم عملوا هذين السلوشن ايباية النحي والحكاية هذية هم بدلوها بالحكاية هذية ايباية هم كذا 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 ريسكس تمشي ريسكس احكينا فيهم وقالها تمشي نيو ريسكس ايدونتيفايت اشيوز تشاينجز تفاهمنا فيهم اي انفرميشن مثلا يزم العبادة تكون اوار بها على علم بها واحنا مش نبعثوها في الميتينج منتز للناس اللي غابط وثمشي لهنا على علمين اي اكشنز واكشن اونير وديو ديت توا مش نحكيكم كيفاش الميتينج منتز حطوني اون السيف سايد في اي بروجيكت انا خدمت علي لعلي حكيتلكم كيفاش في شغلي كبروجيكت منجر في اللوغة كيفاش نحضر في البروجيكت ما كنتش اولا نفهم كل شي ما كنتش نفهم كل شي يقولوها البيبول خاصة التكنيكول البيبول وما كنتش قادر اني نكتب كل شي فكنت نسجل بالصوت ثم من بعد نرجع نسمع التسجيل بتاع الميتينج منتز ونعمل نسمع ونوقف التسجيل نسمع ونوقف التسجيل ونكتب الميتينج منتز واذا كده يخل لي وقت ثلاث مرات لاني نحضر في الاجتماع بتاع ساعة ثم نقل نسمع في تسجيل طول ساعة لكن نسمع ونوقف التسجيل الزمن متعود ثم من بعد طورت شوية يديه وذهني وليت نحضر في الاجتماع ونكتب الميتينج منس دايركتلي في النوتس المتاعي كيف يكمل الميتينج نعدي نصيف ساعة كيكة ولا ماكسيموم ساعة باش ننظفهم ونبعثهم فلاني الاجتماع كان يخو وقت مضعف ساعة اجتماع ساعة تنظيف لكن بعد بفترة وليت قادر كبروجيكت ماناجر اني لما نحضر في الميتينج قدامي اللابتوف متاعي التمبلbeiten متاع الميتينج منتس مفتوح قد أمامي ونقع نكتب في كل سكتشن على خطر أنا في الميتينج نوتس نتاي حاطة الابديت سكتشن الاجتماعات سكتشن سكتشن نجيب في الابديت ونكتب شنو ما إذا تم حاجة في الاشيوز نكتبها تم حاجة في الاجتماعات نكتبها ثم حاجة في الاكشנ نكتبها وفي نفس الوقت نوضح بالبولتس بالبولد بالأندرنعين كل شي نسطر نخشن نلون حنا نقوله اوكي thank you have a nice day باي باي وانا تك نعمل send فلانا ولا الاجتماع يقد قد قد ما يخوليش اكتب كملت اجتماعتك في لحظة وبعدت الميتينج منتس ما عادش الاجتماع يطول لي سو الميتينج منتس بعثهم اميدادي بعد الميتينج ولا ما اكثرش من 24 ساعة لكن حابة نقولك محاجة ابدا نابر ابدا في حياتك تخلي ولو اجتماع صغير طوله خمسة دقايق وتافه بينك وبين سبونسور على اساس يحضروا استيكهولدرز ما حضروش خمسة دقايق وما حضروش غيقى لك سبونسور ميسانش هذوك لتقاهم تشدوا اين اجلوا الغدوة ليتش حكيتوا انت ويافك الخمسة دقايق وانتم تنتظروا وما جا حد تحطها في ميتينج من ستبعثها تقول لي لا مش لازم والله احنا متفاهمين ومريقلين ما ثمش متفاهمين وما ثمش مريقلين لهنا لهنا بكثرة ما اين العبدولله اعتقدت اللي احنا صحاب ومتفاهمين ومريقلين وصحاب صحاب صحاب ومبعد جا الضرب فيها كبروجيكت مانجر اخذيت قرار واللي علموني خليوني ناخو القرار انه يبدأش الاجتماع كان بينه بين بويا بابا بابا انو اي فرد بروجيكت تلاقينا ثلاثة قايق على اساس مش يحضروا عبدخينا ولا ثلاثة قايق وحكينا في حاجة وتقريبا حاجة صغيرة وخرجنا نبعث ميتينج منتس نبعث ميتينج نوتس ابدا ميتينج من منتس it always keeps me on a safe side لانو everything is what يعطيك الصحة transparent and tracked حط all the agreements all the changes all the actions clear deadlines and clear owners لو عمرك تبعث meeting minutes وتفهمتوا على actions ما نغير deadlines أو owners ابدا ماتضحكها مش عليك ولهنان نجيو للنقطة المهمة جدا اللي هي النقطة الثالثة make sure to write this sentence explicitly at the end of the email كل meeting minutes مش بعتها بالemail انت إذا عادكم تمبليت تحطوا فيه الميتينج منتس بتاع كل الاجتماع كما أنا عمل أنا كنخدم إذا يكون على الكلاود فكل الاجتماع اللي تقنا نسكر هنا بالجروبينج سواء اي جروب بليت ولهنان نستعمل تقنية الجروبينج باش لعنا يشوفوا كاشي الاجتماع والميتينج والميتينج دايت مثلا هذا 12-01 12-01-2024 آرائد آرائد آآ مثلا هذا 12 هذا مثلا عملناها 31-01-2024 مثلا وهذا لهنا يشوفوا كاشي الميتينج دايت أما اللي يحب يدخل على الكلاود يدخل يعمل يشوف الميتينج منتس ويرجع يسكر هذا كيفاش نخدم باش لهنا ما يقليش واحد آآ على الخطر الميتينج منتس طبعا مش يكونوا طويل صفحة صفحتين لكن على الأكسل نخدم بيعني أنا مش يكون ثم اي جروب انا ايكلاوز يضر كان الميتينج دايت ميتينج دايت ميتينج دايت باي وكان حاب نزيدها زيدا ميتينج نجم بمبدل التومبليت بطلا ميتينج دايت و شو اسم الميتينج نيم status ميتينج فلعنا يسال علي يا أنا هما يعي يكسبند اول يعي يكلاوز اول اول اي لكن لكن مهما كان كيف مقدرك تحط عليك حتى لو تحط علي كلاود تبعث ايميل تقول meeting minutes have been shared on the cloud وتحط اللينك لكن اذا انت في البروجيك بتاعك تبعث الميتينج منتز في ايميل تأكد ان اليميل بتاعك يحتوي على هذه الجملة او ما يشابهها please review the minutes and let me know if you would like to change anything if no comments received within 24 hours these minutes are considered as approved هذه الجملة ابدا 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 نحيها من اي ايميل فيه meeting minutes لانه تنجم تكون في الاجتماع انت والستيك هولدرز اتفقت وغيرت وحكيت وتغششت وتشنشت ثم هديت وقلت اوكي تفاهمنا وانت يمشي في بالك تفاهمت بعد جمعة جمعتين شهر شهر تتصدم نحكي لانه عليك 60% من project managers اللي ميستعملوش documentation هذو امشي احنا اقوله امشي ازيزي امشي 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 لانه 60% من الناس هذوما لما قلت هم لما قلت هم يقولوا لي والله احنا قدش مرة تصير مشاكل نتفاهم على حاجة مع الكاستمر ومن بعض يقول لها ما تفاهمناش بعث meeting منتس نسلو يقول لي لا ما بعثتش يخلي كديم 60% هذو كموضوع اخر نجو لل40% اللي يبعثوا meeting منتس يقول لي الكاستمر قال لي لا ما تفاهمناش لا ما لناش تزيد هالجملة ريت هذو ما these are electronic electronic forms and they are legally binding or legally accepted حتى قانونين مقبولين الإيميلات في أي دولة وأي دولة في العالم تقريباً ولا فيها الشرطة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية يعني it is valid they are valid and they are legit يهي فلعنا في كل إيميل تدى الجملة بتاريختك الخاصة تزدى من هنا كما حطيتكم في الكورس سيدية it's okay please review the minutes and let me know if you would like to change anything if no comments received within 24 hours يعني كنت حابت بدل حاجة فيتك 24 ساعة وإلا إذا بعد 24 ساعة ما وصلني شي الميتينج منس are coincided as approved نقطة واشا للصطر بعد 24 ساعة بساعة أنا منستعرفش عندي فريق يخدم عندي بروجيكت ماشي هذه أول نقطة من ثلاثة نقاط يحطوا الميا متخرة لكش في القاربة متاعك في السفينة متاعك أول نقطة من ثلاثة نقاط always الميتينج منس متاعك موجودين يتبعثوا في أقرب من 24 ساعة ومعمل مليح ظاهرية انتهى قديو بالسيف بروجيكت مانجر البروجيكت مانجر المحمي شبيه updates يعمل update لأي رجستر أو لأي log stakeholder risk register change log she log instantly في لحظة ثم update حطو ويعلم sponsor والappropriate stakeholders appropriately شمعنتها يعني حسب اللي معتمد في الcommunication plan كيفيش انت تنفرم sponsor والappropriate stakeholders لكن immediately ريت انتي صارت مشكلة وانسيت ما حطيتاش وثم risk وانسيت ما update وثم change ورون بعد يرجع عليك وانبعض تقول شبيه هكذا صيري في البروجيكت وشبيه كذا وكذا وهنا make sure اللي call to action is crystal clear واضح وضوح الشمس call to action انت وقت مش تعلم sponsor stakeholders مش مش تعلم هون عملت update انت مش تعلم بال call to action شنية call to action هل هي fya for your action ولا fyi for your information عندك fya ولا fyi لانا نحن من مثال fya ولا fyi اي اي تمش غير ايدي كفور distribution ولا كموضوع اخر يلزم السيف project ما رجي يكون عند كل شي مكتوب ما تمش حاجة اسمها فراس ما تمش حاجة اسمها oral agreements اتفاقات شفائية اهم حاجة هو انه لانه اكبر مصيبة في البروجيكت هي الريسكس لانه اذا تم ناكتف ريسكس يتحول الى اشيوز والاشيوز شوما بلوكج حاجة بلوكي البروجيكت انه يقدم عليش احنا الريسكس لما قلناهم صنفناهم الى كوميرشل ريسكس تكنيكول ريسكس انتورنل ريسكس مانجمن ريسكس كلاينت ريليت ريسكس اتسترا لان كم تعرفوا انتم انه الارياز هذوما يبلوكيوا البروجيكت بالتقدم فلا هنا اي حاجة تبلوكي راي اشيو الاشيو كانت في الاصر ريسك ناكتف ريسك فلا هنا اكثر حاجة يتعبوا فيها البروجيكت مانجرز واكثر حاجة نبوهم عليها ونقولهم انتبوه اعلموهم هو الawareness raising awareness راني قلتلك تعرفوا هذك الجملة راني قلتلكم راني حذرتكم راني اعلمتكم راني نبحتكم راني بعثتلكم راني جريت في جرتكم راني سعيد راني ذكرتكم راني عود ذكرتكم راني كتبتلكم راني هذك هو اللي تحب هذك هو اللي انت كبروجيكت مانجر يخليك على السايف سايد لانك انت قمت بكل شيء بكل الخطوات الممكنة واستوفيت الخطوات القانونية الممكنة باش تنجح في ذلك يزن بيكون عندك ريسك مانجمت approach وهي compulsory الزمية الزمية كما فسرنا في الترينيج وكما فسرنا قبيلة اش مانت ال call to action كيفاش يكون ال call to action كيفاش انا نعمل ال call to action معهم stakeholders relevant stakeholders وال sponsor وال management اول حاجة اش قلنا تي تي tracking transparent send the first email ابعث اول email وكي تبعث ال email على شنو وصار اذا ما كتعرف ال documentation بتاعك updated وبعث لهم حتى link ثم ال link اذا ما كتبعث وبعث ثم على حسب ال urgency حسب criticality بتاع شنو وصير follow up with the call اذا كانك لازم follow up with the call باش قلو بربي بعث لك sponsor صباح email لحاجة مهمة شفتها انا بعمل the call اذا كان critical critical ask for a meeting الوص sponsor في التليفون عملنا email وقعت كلام فيه وتعلم واني بعث invitation meeting انت واسي كذا واسي كذا وما دم كذا you're asking for a steering committee meeting هذين النقطة الثلاثة عملت ثلاثة نقاط الكل وصار الميت تبعث انا قدامها نجمة استيريكس اشمعتها نجمة استيريكس طبعا تقول انا عملت كل ما نجمة نعمل طبعا يجب تكون تأكدت اللي انتي شفت وقارنت وتأكدت وتبعت البروجيكس لانه يمكن في البروجيكس اعلموك بخطوة اخرى يجب تقوم بها فانتي تأكد انك بما في ذلك تبعت البروجيكس الابا الورجانيزيش البروجيكس وا اي حاجة اي بروسيجرز يعلمك بها البييمو واقتلت اخدم على البروجيكس لكن حاجة مهمة جدا 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 اذا انتي تبعت الخمسة خطوة يا ذو بالكل لو عمرك تقبل باللوم ابدا تقبل باللوم يلومك قلوا سمحني ما تلومنيش لا ما تلومنيش مش سمحني زيادا انتي مجش غلط لا ما تلومنيش انا عملت وان بعث الايميل وتكلمت وبعث الاجتماع وحضرنا وبعث لكن safe ايميل احنا ما نسميه safe ايميل كبينت نكا project managers وبعث تلك وطب بعد كل شي موقت في الgovernance ولا في الاوبا ولا في بيامو انا عملت كل شي never take the blame واثق وثوق الشم وثوق ريت انتي واثق الف المية من روحك هيك الاهتزاز لقدر الله ولا تلعثم ولا العرق يتصبب يخليهم اصحاب حق انتي ك project manager عندك 1 2 3 4 5 وقفنا لانو كل صفحة في الترينينج هذية مربوطة بالصفحة اللي قبلها كما شفتوا انا عرشالكم شك قولنا no documentation no project manager must have documentation should have documentation اللاعب رقم 11 meeting minutes meeting minutes ها كيف يصيرو safe project manager والcall to action الcall to action اهي الهنا فصفحة تزل صفحة صفحة تزل صفحة لعمرك يتاك the blame the blame ابدا real project manager اشكن هو الproject manager الحقيقي ولا انا مش نحكيه على حاجة جديدة تماما الproject manager الحقيقي لعمره يبدأ يستنى الproject manager الحقيقي يلزم ويعرف اشي يعمل يتوقع عشنو وجاه ما يبداش ينتظر حتى يقولولو الproject manager يعرف وين المعلومة وين يمشي باش يبنين يهزها كيفاش يوصل لها عن طريق شكون الreal project manager يقود stakeholders يقودهم لانهم stakeholders كيف كيف الريسكس ييبركو لك الproject ييهزوا معاك الproject ييتحملوا معاك stakeholders والريسكس على قدم stakeholders انتاعك committed وانجاجد على قدم الproject انتاعك ناجح قلنا احنا في الترينين كيفاش stakeholders انواع وقلنا يجب ما يكونو لك early warning سعين ولا early warning خاصة هذوك اللي highly interested in the project مهما كان الباور امتحب وانا هذوك can act early warning system الريل project manager يعرف الخطوات مش بلابود تعرف الخطوات التقنية لكن تعرف كيفاش تعرف ها اخي انا تقني ما نش تقني اما نعرف كيفاش نكسب التكنيكو الليد باش خلينا نفهم خطوات التقنية بطريقة سهلة بطريقة سهلة خليه يفسر لي حتى هو تقني برشة برشة وما يعرف يفسر نلعب مع اللعبة ونخلي ولي يعرف يفسر انت كreal project manager ما تتوقع شنو جاي لو عمرك تقول i did not see it coming هذه i did not see it coming ما تتقالش عن project manager ما تتقالش ما تتقالش عمرك شهرت استاذي قريت لاندا يسألوه يقلم ما نعرفش مرة لو لا ما يركزوش معها كلمة ما نعرفش مرة ثانية يقولو ها ما نعرفش اما مرة ثانية يقولو بفتا ما نعرفش برس برس حاجت حاجت ما نعرفش رد بالك ال real project manager expects expects it all expects everything اي حاجة اي حاجة نجم تصير اي حاجة نجم تحدث is prepared تعرفوش معتها prepared مش فقط prepared prepared بالانسر حضر الانسر ولا محضر التمبليت ولا محضر document ولا حاجة is prepared لانو درس الشخصيات درس ال project بال constraints وبالassumptions لما تكون درس ال project بال constraints والassumptions وفاهم ال expectations then you are prepared اه لانك من اللولة عرفت مثل هذا ال assumptions constraints وال expectations وال project manager تحب انت تكون real project manager حط روحك في مكان الاخرين put yourself in their shoes زيما ال customer لا يطلب المرة هذه انا كايجات في مكان وش نطلب انا stakeholder هده انا لو كنت في مكان زيما شنحب لكن ال real real project manager ال real real اللي بالحق بالحق project manager يكتفي بالعشرين ويطلع 81 ما نقصدش acceptance criteria لكن حتى هديك في حديدة تقدر تتوقعها وحدك ما تقعش تستنى وكتفي يديك وتقول i needed all the information real real project manager يكتفي بالعشرين عندما تعطوك العشرين figure out 80 حتى لو 80 you don't figure it out تقولي على الاقل اعرف direction على الاقل اعرف vision على الاقل اعرف وين machine يحب اما تستنى فقط في 100 no يمكن حتى طبيعتي للناس اللي يخدموا معايا يمكن هذه رفقة من عش كان حاضرة تقدر تقول لكم رفقة في حداتها اني ما نعطي 100 اسألوا سليمان اسألوا رفقة اسألوا العبادي تعرفوهم نعطي 20 تعرفوا عليش نعطي 20 لأن بالنسبة لي real project manager يا ما بين الكلمات ما بين السطور يقرأها من اللي سر اليمين ومن السمين اللي سر ويقرأها بالمعكوس ويضع قدم المرأة ويقرأها بالمقلوب وكان ألزم يقرأ ما لم يقلب الشبح هذا الريال project manager ليس الريال الريال project manager عودونا هكيا علمونا هكيا خدمت مع باد قوي وعال الاخر stakeholders قوي وعال الاخر يطيش لك 20 وياراك خدمت مع واحد سويدي عقدني عقدني هبلني هبلني بكل مال الكائمة بالمعنى هو ال customer متاعي بأذكى customer خدمت مع في حياتي كاملة على شركة عملاقة شركة ABB وانا خدمت في IBM يطيش لعشرين ويقعد يتفرج علي من بعيد حرفين يطيش لعشرين ويقعد يتفرج علي من بعيد ويشوفني أنا هل أنا مش نطلع 80 بما في ذلك وش يحب وش يقصد وين يحب يوصل وش يزب ويصير وش يزب لي نعمل مع الفريق متاعي وكيف اي انجاج هو 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 والفريق متاع ويقصد 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 لكنه علمتني نطبق الخمسة نقاط هذو اي بروجيكت مانجر نجم نقولكم من الخبرة متاعي تحبوه من حياتي الحقيقية اللي يعيشت اصعب في حياة البروجيكت مانجر هو انك توصل تحدد تحصر نقوله تحصر بالحق يعني تحصرهم الريكوائرمنت امتا ستيكهولدرز لانه ستيكهولدرز بشر ينجم يعطيك كل شي من اللول ويوخر كما ينجم كل جمعة يطلع لك بحاجة جديدة يقولك انسيته واذكرت ولا تو بجي على بالي اصعب التحدي في حياة البروجيكت مانجر هو انك تفهم ستيكهولدرز لا والاصعب تفهم امراعيت بالصحيح مش فقط تفهم الريكوائرمنت امتاحا لكن ايضا تفهم بالصحيح وتعرف وشنو الصعيب زادا انك يو كيب ذم انججد لانه ستيكهولدرز هما انو حسما قلينا في الpower interest grid فيهم اللي عنده high power فيهم اللي عنده low power فيهم اللي عنده high interest فيهم اللي عنده low interest سولا هنا كيبن ذم انججد of course depends on their interest in the project لكن also on what's been done what's been achieved on the progress ومش هذا فقط ثم لمجرد انك ما سمعتوش مرتين في الاجتماع وقال لما بعثت الشدي شو هو يحب وقال لما عملتوش كما هو توقع يخسر الinterest بتاعه ويمشي على روحه ومهما كل project ريتو نقولكم حاجة ما تعرفوهاش في project لتعى طيارات مع شركة بوينج شركة بوينج بوينج تعمل فيه اكثر من ذلك وهذا بزنس critical برشا خلنا حكيه على الجنب المدني حياة الناس ورغم ذلك stakeholder يشوف انه الابينين بتاعه ما هوش مسموع ولا ما يخذوهاش بين الاعتبار ولا صوته ما يوصلش they lose interest ويخرجوا حتى كان ما يبعثش يخرج معش يحضر وحتى كان يحضر ما يشاركش وحتى كان ما يوجود ما يعاونش وحتى كان يشوف حاجة مش تجيلي للريسك للبروجيك في شكل negative risk ما يهزش يدو ما يخولش وهذا من هنا اللي يعملو في sabotage sabotage رد بركم من أصعب التشالينجز أيضا اللي يقدروا يعرضوا أي project manager خاصة اللي يخدموا في functional organization وإلا weak matrix organization وإلا حتى balanced organization هو أنك تكون 100% project manager مش 50-50 مش 50% technical project manager و50% project manager تعرفوا علش ياس ياتك الصحة لأنه 50% لذيك TPM هذيك اسمه ثقب أسود يا قد يمتص يا قد يمتص يا قد يمتص لا تنسى أصلا أنت project manager والين نرجو من اللول وننساو هذا الكل لا عاد ثم documentation ولا عاد ثم daily update ولا عاد ثم مست هاف ولا عاد ثم شود هاف خلي عاد على meeting minutes علش لأنه the work of the technical work is sucking you entirely مست كامل أنا شخصيا من الرضا بها 50-50 خلي عاد تكون 80-20 ولا 100-0 يجبك تكون 100% project manager حتى لو أنت تخدم في functional organization ولا weak matrix ولا balanced matrix يجبك تلقى كيفاش تكون 100% project manager وإلا على الأقل ما تخليش هذا الثقب الأسود يمتصك إحنا ideally 100% project manager ideally إذا بالحق تحب التعلم على قاعدة صحة من أصعبة challenges أيضا اللي يعترضوا أي project manager هو أنك تخلي الفريق يقعد motivated ما نجح ماشي ندخل هنا في القصص متاع الconflicts والcommunication issues وطريقة العمل هل هذا يعاني من procrastination هل هذا يعاني من student syndrome هل هذا بكذا وهل هذا type of personality يمتيع وكذا ما نش مش يدخل في الشي هذا أما إذا أنت نجحت في أنك تحط فريقك motivated وقرينا أحنا في motivation واللي هما بيدي مخدو عين اعتبار برشة حاجة تنطلق من hierarchy of needs إلى hygiene factors والmotivating factors إلى different motivation techniques إلى كذا 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 هك الكل تاخذ بعين الاعتبار مع لي ذكر نه دقيقة التالية وتعرف أنت كل واحد وشنو أشربه كل واحد ويجب تعرف كيف تتعامل مع technical people لأن technical people عندهم بصفة عامة specific communication style عندما يحبوش كثرة الاجتماعات ويحبوش كثرة الحديث ويحبوش برشا ريبورتينج يحب تسأل ويجوبك كلمة قد السؤال أو بالمعلومة قد طبعا نحكيه بصفة عامة أوك مش الناس كل أنا بصفة عامة وانتي والكالشر يمكن الثقافة المتوسطية أهون شوية مقاردان بثقافات أوروبا اللي مثلا عبدالله خدمت مهم فإذا ما تعرف كيف تعاون مع التكنيك والبيبور وكيف أفهم الشخصية متاحة من أصعب من أصعب التشالنجز في حياة البروجيكت مانجر هو إنك تقعد مركز يوميا في البروجيكت من البداية للنهاية الأربع سنين اللي أولين في الكاريير متاعي ما كنتش نجمع النقطة الرابعة لين يوم اللي أقترت عليها تقدروا تدخلوا على لين كتين متاعي وتشوفوا الستيكهولدرز اللي خدمت معها مع البروجيكت شنوها قالوا على لين الأوروبيين قال لك أحمد فوكست من أول نهار إلى آخر نهار في البروجيكت 100% لنهار في قد التركيز وهذه هي أقوى في عالم البروجيكت ما ثمش أقوى منها أقوى ملكمينيكيشن في حد ذاتها أنك stay focused هذه أقوى حاجة نجم تكون أنت يومسترت هي أنك stay focused لحظة بلحظة تعرفوش معناتها stay focused لا يخفى عليك ريزك لا سمحونا لا يغيب عليك ريزك لا يغيب عليك update لا تنسى أنك تحط document up to date لا تنسى أنك تكون safe طول الوقت مركز إلى أن التركيز يصبح عادة وهذا هو التحدي الأكبر كيفاش التركيز يصبح عادة لأنه من stay focused نجم you apply project management but you can apply project management only if you stay focused only 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 وهذا يزمى مهارة كبيرة جدا 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 وبالتدريب بالتدريب من أصعب challenges أيضا في حياة project manager هو أنه يعرف what is the current status of the project تتذكروا أنتم مقرينا في chapter التاسع في ال-P&P training اللي هي assessing project performance شفنا earned value مثلا أو في الاجعي شفنا different assessment techniques هذن اللي خليه وكتعرف where your project stands at وين في اللحظة هذي احنا تحصل مع بالتاين بالكاست بالدليوربولز بالأكسبتنس من كذا من كذا من كذا وتعرفوا أيضا من أصعب الحاجات اللي يعترضوا ال-Project manager اللي ال-Project managers مشي في بلا مليئة أمور بديهية هي closing the project برشة project managers ما يعرفوش كيفيش يسكروا ال-Project أو ما ينشحوش في تسكير ال-Project تعرفش شنو يقدر يخلي ال-Project محلولة ال-Project ما يقدرش أنت تثبت أنه ولا ما يقدرش تثبت مثلا لماذا صارت ال-Cost هذيك وال-Cost هذيك وال-Cost هذيك ما أنت ما عملتش lessons learned تم شركات يقول لك لا من غير lessons learned ما ينسكر ال-Project عنا في IBM أبدا كانوا ينسكرون ال-Project من غير lessons learned ما ممنوع تسكر ما يسمح لكش sponsor و ما يسحح لكش على closure report إذا closure report ولا إذا سمعني هذيك علاش صراحة 69% من ال-Project اللي شفتم في حياتي لم يتم إغلاقهم فهذا من السبع نقاط اللي مثله أكبر تحدي في حيات أي Project Manager و سمينهم طوال نقطة نقطة ما هوش فقط اكتفاء بشريط ال-PMP ما هوش اكتفاء لأنه ثم أكثر بكثير ما بعد ال-PMP اللي يوم عملنا الحصة الأولى اللي هي Safe Project Management المرة جاعة مش تعلموا Military Management Techniques من American Military لأني خدمت مع خدمت في شركة ملاهم الميليتري وعلمنا حاجات تقعدوني تاريخ الحصة الثالثة مش يشوفوا Real Smart Goals سوري نقصر R مش Smart اللي تعلمنا بتاع Specific وMajerable وتلا شنون ثم الحصة ربعا مش تكون Real Business Case سمعني Real Case Study على Business Case حقيقية ثم الحصة الخامسة العشرة النميع بتاع Project Management ثم الحصة ويمكن هي أكثر حصة تسانية فيها اللي هي Future of Project Management أنا هكذا كملت الساعة بالضبط نوقف التسجيل في إطار هذا الأكسسلنس program لجمع لبساط في PNP تسجيل